في الوقت الذي تزداد فيه الأصوات التي ترفض حرق أي كتاب مقدس وتؤمن وتنادي بالوسطية الدينية والأخلاقية ترتفع الأصوات حول العالم تنديدا بالإساءة للمعتقدات الدينية وفي مقدمة الإسلام تداعيات إحراق المصحف الشريف في ستوكهولم أدت إلى استمرار المظاهرات في العاصمة العراقية بغداد تأييدا لقرار الخارجية العراقية ضرد السفير السويدي وإيقاف بعض الشركات السويدي العاملة في البلاد وسحب القائم بالأعمال العراقي في السويد فيما ندت السويد باقتحام وإحراق سفارتها في العراق واستدعت السفير العراقي لديها للاحتجاج تظاهر العديد من العراقيين في ساحة التحريب ببغداد رفضا لسماح سلطة السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف والعالم العراقي أمام سفرت بلادهم في ستوكهولم نحن اليوم نقض فوقف احتجاجية ضد حرق المصحف الكريم ضد حرق القرآن نستنكر ما قامت به الحكومة السويدية من تهاون على الاعتداء على حريات الآخرين وعقائدها وفي المقابل قالت وكاترويتز أن محتجين في السويد لم يحرقوا المصحف ولكنهم قاموا برميه وتمزيقه أمام السفار العراقية في ستوكهولم وقُبل سماح السويد بحرق المصحف بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالم العربي والإسلامي حيث أدان الأزهر في مصر إلى جانب عدة دول عربية وإسلامية وغربية تكرار سماح السلطات في السويد بإحراق نسخة من القرآن الكريم ووصف بيان للأزهر الشريف سماح السلطات السويدية لمن وصفهم بالمتطرفين بحرق المصحف وتمزيقه بأنه دعوة صريحة للعداء والعنف وإشعال الفتن كما دعا الشعوب العربية والإسلامية إلى مقاطعة المنتجات السويدية في المقابل أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها للتصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسمية التي تخولهم حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم في تصرف يعد استفزازا ممنهجا لمشاعر الملايين المسلمين حول العالم وأعربت الخارجية التركية في بيان لها عن تنديدها الشديد بالهجوم الذي وصفته بالدني على القرآن الكريم أمام السفر العراقية في السويد بدوره قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أن حوادث حرق المصحف في بعض الدول الأوروبية هي أعمال تخريب تهدف إلى أهانة مشاعر المسلمين واستفزازهم